وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمة يوم أمس بجدة بعد أن أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوضح بايدن أن السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن وأكد اتفاق الجانبين على تعزيز الهدنة وتمديدها وأشار الرئيس الأمريكي لأنه بحث مع القيادة السعودية الاحتياجات الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات وأعلن بايدن أن قوات حفظ السلام الدولية بما فيها القوات الأمريكية ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حيث كانت منذ أكثر من أربعين عاما مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة ترجمة نانسي قنقر